ديمستورا يعلن جولة جديدة من مفاوضات جنيف حول سوريا في نهاية الشهر المقبل البرلمان العراقي يطالب بمحاكمة رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني واستعادة كاركوك وصول تحذر من استفزازات وشيكة لبيونجانج تزامنا مع ذكرى تأسيس حزبها الشيوعية أسعد الله صباحكم بكل خير ومشاهدين الكرام وأهلا بكم إلى نشرة اليوم المفصلة من أخبار الآن نبدأها من الشأن السورية إذ أكد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفن ديمستورا عزمه عقد جولة جديدة من مفاوضات جنيف حول سوريا في نهاية شهر أكتوبر بداية شهر نوفمبر المقبلين ودع ديمستورا الأطراف السورية التي ستشارك في المفاوضات إلى الاستفادة من الوقت المتبقي على جولة المفاوضات القادمة للتقييم المسؤول والواقعي للوضع والتحضير للتفاوض دون شروط مسبقة ميدانيا حققت قوات سوريا الديمقراطية تقدما كبيرا داخل مدينة الرقة وبات داعش يحتل بضع مبان فقط لا تتجاوز مساحتها 15% من مدينة الرقة وباتت قوات سوريا الديمقراطية قريبة جدا من تحرير المدينة وطرد أفراد داعش منها تفاصيل أوفى مشاهدين في التقرير التالي أعميدة الدخان تتصاعد قرب دوار النعيم داخل مدينة الرقة بات هذا المشهد طبيعيا مع استمرار العملية العسكرية لتحرير المدينة بشكل كامل وطرد داعش منها لم يبقى لداعش سوى مناطق صغيرة جدا لا تتجاوز مساحتها الخمسة عشر بالمئة تحاول قوات سوريا الديمقراطية إكمال تحرير المدينة لضمان عودة الأهالي إليها الحمد لله رب العالمين اتمكن السيطرة في قطاعر ميلة الحمد لله منطقة الشمالية الشرقية من مدينة الرقة وحاليا بغي فقط دوار ما يسمى دوار النعيم ودوار الدلة وشكري بوزان وإن شاء الله والجميلة حاليا تقدم عليه ما فغي بغي هذا حاليا حصية اليوم أو البارح المساء تسعة بالمئة بأيدي تنظيم داعش الأرهابي فقط لا غير والحمد لله وبغي الرقة محررة بالكامل وبعض الأهالي حتى في الكسرات في الحمرات عطيناهم إذن يرجعوا لبيوتهم والحمد لله رب العالمين حتى غمنا بتسيير أمر كبير من المعونات ومن المياه للأهالي والحمد لله رب العالمين معارك عنيفة شهدتها أحياء الرقة أسفرت عن دمار كبير في أحياء ومناطق متفرقة كان يسيطر عليها التنظيم لم تقف جرائم داعش عند هذا الحد بل قام التنظيم بتفخيخ المنازل والأحياء قبيل فراره منها الصعوبات الواجهة بالنسبة للجوة الداخل للرقة هي عملية إخلاء المدنيين والألغام الأرضية الزارعة الغير الشرعية داعش وبالنسبة للمفخخات اللي جاعة تفوت علينا طبعا الحمد لله بهمت الشباب الموجودين عم نتصدد كل الأمور هاي وكل المقاومات من داعش جاعة نتصددالها وطبعا مع التغطية الدولية عطريقة التحالف الدولي الموجود علينا ليس بعيدا عن دوار الدلة يقوم هذا المقاتل بمراقبة المنطقة خشية تسلل أي مقاتل من داعش أو استهدافهم بالمفخخات أما الأحياء المحررة فترى عناصر من قوات سوريا الديمقراطية يقومون بتمشيط المنازل والأحياء التي تم تحريرها والتأكد من خلوها من الألغام أو مقاتل داعش بينما تسير مدينة الرقة نحو التحرير تتكشف الانتهاكات التي كان يمارسها تنظيم داعش على المدنيين خلال فترة احتلاله محمد فاتح الخلف أحد أهالي المدينة قطع مسلح داعش يده وقدمه وأطراف زوجته الحامل وذلك لذنب لم يقترفاه ليكتشف محمد بعد أن أفاق عقب ثلاثة أيام في المستشفى أن زوجته توفيت على إثر الحادثة نتابع قصته اسمي محمد فاتح الخلف الشبلي من سكان الرقة مزوج من مرأة اسمها نجوة الفرج فبي أخوها اسمه حسان سرق جيرانه هو وابن أخوه وزوجته يعني كن ساكن بالدرعية منطقة اسمها الدرعية بالرقة فأجم سرقوهم وتغبهم عندي بالبيت لأن الدولة داعش كشفوهم أن هم اللي سرقهم فاتدخلهم عليها على البيت على مرتي كونه أخوها يعني أنه قالوا لغبينا للصبح لحتى نقدر نطلع ننهزم يعني فجيت أنا من الشغل تفاجأت وجودهم بالبيت فبنفس الوقت كشفوهم الشرطة صارم يدورون عليهم سألم مكان المكان لحتى استدلم أنه أنا ما أخذ أخته يعني فأخذونا الشرطة صارم يحققون معنا فهم نفسهم أعترفهم أنه بس أنه جمت غبهم عندي وعن زوجتي بالبيت أخذونا على قاضي سعودي عمره 22 سنة قلتل والله دخلهم عليها على البيت وقالوا الصبح بدنا نطلع وهذا الأمر الصار يعني خال ولدي وكذا ما يعني ما فكرت أنه يجيني مسؤولية من شان هالأمر هذا قال لي لأ أنت صرت نص الجريمة أنت صرت نص الجريمة فحكمنا حرابة يعني تشليح بالغصب الخمسة قطع اليد اليمنى وقدم اليسر فنفذ منحكم بعد عشر تيام لما جاءهم ينفذون الحكم بي أنا ما قدرهم يعني هم تقريبا الموجودين حوال العشرين واحد لحتى يريدون ينفذون الحكم بي أنا ما قدرهم يمشوني مسافة عشر متار لطاولة لحتى يحطون إيدي على الطاول فالقادي هذا موجود نبو نفسه فقاديهم طعنوه طعنوه مشان يدوخ مشان تقدرون عليه فطعنوهني بإيدي دخلت الطلقة من هين طلعت من هين صرت أنزف حتى دخلت فنفذ منحكم بي لا تخدير لا رحمة لا شفقة ضربوني بساطورة حتى نفذ منحكم بيدي وأجري فبعد فترة ثلاثة يام بالمستشفى استفاجأة سمعت أن مزوجتي ماتت سبب نزيف كانت حامل ثلاثة شهر نظمت فرقة الحمزة استعراضا عسكريا في مدينة الباب في ريف حلب الشرقي بمناسبة تأسيس أول كلية حربية في المنطقة بعد تحريرها من تنظيم داعش حيث حضر الاستعراض شخصيات بارزة في الجيش الحر والحراء حكومة المؤقتة وعدد كبير من الضباط المنشقين على النظام السوري التفاصيل مع مراسلنا همام أبو الزين عرض عسكري جديد لفرقة الحمزة في ريف حلب الشرقي وتحديدا في مدينة الباب تأسست فرقة الحمزة في الثالث والعشرين من إبريل 2016 واندمج بداخلها عدة ألوية كلواء ذيقار ولواء رعد الشمال وعدة ألوية أخرى كان هدفها محاربة النظام السوري وتحرير الأراضي المحتلة من قبل تنظيم داعش وكان قد عين حينها المنازم أول سيف الدين بولاد قائدا عاما للفرقة الذين وقفوا إلى جانب الثورة السورية نقول لهم أننا الثورة مستمرة وأننا بإذن الله سنقوم على بناء جيش لكل سوريا ولن نرضى بوجود نظام الأسد أو تقسيم سوريا جمع العرض عناصر وضباط المنشقين عن نظام الأسد كالرائد يوسف حمود الذي انشق من مطار السين العسكري الذي يقع في ريف دمشق كما شارك الرائد بالعديد من المعارك ضد نظام الأسد في مطار كويرس ومناطق أخرى وانضم مؤخرا لفرقة الحمزة عندما بدأت عملية درع الفرات ضد تنظيم داعش تشكيل كليات عسكرية في المناطق المحررة يعتبر تحديا لجميع التنظيمات الإرهابية سيما أن القدرات التي امتلكها الجيش الحر مؤخرا تؤهله ليصبح جيشا وطنيا يحمي المناطق المحررة متحدا تحت راية واحدة هذه بداية تأسيس المؤسسة العسكري والجيش عندما يصبح المقاتل يدخل إلى الكليل الحربية ويتدرب يتعلم القوانين القتال وفن القتال وقوانينها تدريبات مكثفة يتلقاها عناصر الجيش السوري الحر شرق حلب ليكون الجيش في حالة استعداد دائم في حال تعرضت الأراضي المحررة لأي اعتداء كان صنعتهم الثورة السورية ليكون منارة ودرعا متينا لها إنه الجيش السوري الحر فرق وفيالقة وكتائب واليوم يجسد إمكانياتهم وقدراتهم في عرض عسكري لفرقة الحمزة لأخبار الآن همام أبو الزين مدينة الباب ريف حلب الشرقي تظاهر المئات من أهالي بلدة كاناكر في ريف دمشق الغربي مساء الأربعاء ضد ما أسموه التغلغ الإيراني في المنطقة حيث جابت المظاهرة شوارع البلدة وهتف المتظاهرون خلالها ضد المشاريع الإيرانية التي تهدف إلى إجبار الشباب في ريف دمشق على الالتحاق بالميليشيات الطافية كجمعية البستان وخوج السران أحييكم من جديد في العراق طالب البرلمان العراقي بمحاكمة المسؤولين عن تنظيم الاستفتاء الذي جرى يوم الاثنين الماضي وعلى رأسهم رئيس أقليم كردستان العراق مسعود بارازاني كما طالب الحكومة بالإبلاغ لسفراء الدول بضرورة غلق ممثلياتها وقنصلياتها في كردستان إلى ذلك طالب البرلمان العراقي الحكومة بعادة حقول النفط في كاركوك لسجترة السلطة الاتحادية ميدانياً كشفت عمليات تلعفر غربي الموصل بعد أكثر من شهر على تحرير المدينة كشفت أساليب جديدة كان يتبعها داعش في استهداف المدنيين الهاربين من المناطق التي كان يحتلها وهي إنشاء مخابئ في الأشجار يتخفى فيها مقاتلون من التنظيم مهمتهم أيضاً قنص جنود القوات العراقية مراسل الأخبار الآن ميسام يوسف اطلع على هذه الأساليب وعد لنا التقرير التالي هذا هو أحد الشوارع الرئيسية في تلعفر والأشجار هنا ليست وعدها التي تتوزع على أطراف هذا المكان كما يتبادر إلى الأثهان عند رؤيتها من بعيد لكن الوضع مختلف حيث ابتكر داعش طريقة لإخفاء قناصه بين هذه الأشجار لاستهداف القوات الأمنية خلال تقدمها والمدنيين عند هروبهم كان القناصين الدواعش رتبوا أمور عبارة عن صناديق من حديد على الأشجار وصبغوها بنفس لون الأشجار الغاية من هذا القناصين وجودهم لضرب القطاعات الأمنية وكذلك منع الأهالي من النزوح بالتجاه الأجهزة الأمنية هذه يمكن وسيلة جديدة مبتكرة على داعش استخدمها في قضاة الأحفر لكن الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى ومعنويات العالية للمقاتلين يتمكن من قتل جميع الدواعش التي كانوا موجودين كقناصين مقاتل داعش أغلقوا هذا الشارع لأيام عدة ومنعوا الأهالي من العبور والاقتراب لكي يتم تجهيز هذه المنصات الحديدية بهدف عدم معرفة أماكنها أو حتى مواقع انتشارها في الأساس كما هي عادة داعش بأن يستغل كل شيء من أجل أعماله الإجرامية والإرهابية فقد استغل هذا الشارع الرئيسي أحد الشوارع الرئيسية وأطول الشوارع الموجودة في مدينة الأعفر استغل هذه الأججار الموجودة إلى أحد جوانب الشارع لغرض زرع قناصته بهذا الشكل كما شاهدناها وكما تفقدنا هذا المكان فإن قناصة داعش كانوا يستقرون هنا ويختبئون هنا بين الأججار في هذه الأماكن الذي قام تنظيم داعش بتصنيعهم كما علمنا من بعض الأهالي الذين رفضوا التحدث إلى الكاميرا أن داعش استغل هذه الأماكن بشكل كبير في استهداف المدنيين أثناء خروجه من مدينة الأعفر عشرات المدنيين قضوا بنيران القناصين الذين كانوا متحصنين في هذه الأماكن العديد من المواطنين قضوا بنيران قناصة داعش الذين كانوا ينتشرون على هذه المنصات لا سيما خلال محاولة الأهالي الهروب من المدينة حيث من الصعوبة بمكان أن تشاهد وجودها بين الأججار إلا عند الاقتراب منها من يحصرون المنطقة متخطي له ولو بيتونة لو بسجرة لو بفد مكان يعني متخفي وأول من يطلع من مكان ضربوا أول من يطلع ضربوا فالي يشوفوا بس على ذاكي يفكو منه نساء وأطفال ورجال أي بشر يشوفونه يطلع يكتلون جرائم داعش ضد المدنيين اتخذت طرق خبث عديدة كما هو الحال هنا حيث كان قناصة التنظيم يتخفون هنا من أجل مراقبة المدنيين والنازحين إلى المنفذ الشرقي لمدينة تلعفر والهاربين من بطشي حيث قضى العشرات منهم لعدم معرفتهم بانتشار القناصين بين الأجار في الشد اليمني قالت منظمة هيومن رايس ووتش إن ميليشيا الحوثي منعت وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين وقامت بمصادرتها وحرمان السكان المحتاجين من الحصول عليها وفرضت قيودا مشددة وغير ضرورية على العاملين في الإغاثة كما أشارت المنظمة إلى توقف منظمات إغاثية أو سحبها لموظفين في بعض المناطق بسبب هذه القيود توقعت كوريا الجنوبية قيام كوريا الشمالية بمزيد من العمال الاستفزازية منتصف شهر أكتوبر تزامن مع ذكرى تأسيس حزبها الشيوعي ومؤتمر الحزب الشيوعي في الصين وتوقع مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي قيام بيونج يانج بتجارب صاروخية جديدة في الفترة الواقعة بين العاشر إلى الثامن عشر من شهر أكتوبر تشرين الأول المقبل لكنه لم يكشف عن تفاصيل أسفرت الزلازل العنيفة التي ضربت المكسيك في وقت سابق من الشهر الجاري في إحداث أضرار بأكثر من ألف وخمسمائة كنيسة ومبتن تاريخي وقالت وزيرة الثقافة ماريا سبيديا إن أعمال الترميم ستتكلف ما لا يقل عن أربعمائة مليون يورو يذكر أن من بين المباني التاريخية المتضررة أربعة عشر معبدا وديرا من القرن السادس عشر في ولايتي موريلوس وبيوبلا في خطوة تاريخية ترسخ تمكين المرأة السعودية في المجتمع جاء قرار خدم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بالسماح للمرأة بقيادة السيارة داخل المملكة حيث ينص القرار على اعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولوائحه التنفيذية التي تتضمن إصدار رخص القيادة للذكور والإناث على حد سواء على أن يبدأ تنفيذ القرار في العشر من شهر شوال المقبل تباينت ردود أفعال المجتمع السعودي عقب قرار تطبيق أحكام نظام المرور في المملكة العربية السعودية على الذكور والإناث على حد سواء أتى ذلك بعد الأمر السامي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود بالسماح للمرأة بقيادة السيارة وفق ضوابط محددة بالعكس نحن مع القرار هذا وكنا أصلا من أول نتمنى والحمد لله نصدر أخيرا الله يزيد حكومتنا خير الجزاء وأشوفه يعني صائب بس هناك فيها يعني بضوابط زي ما قالوا يعني بحيث أنه ما يتمادى الواحد ونفس الشروطة اللي قالوا عليها ليش لا بالعكس إحنا محتاجين والله هذا القرار جدا أسعدنا إحنا مستنين هذا الشيء من زمان لأنه كثير مننا نعانوا بهذه الأشياء خاصة أن أخوات اللي اللي ما عندهم بسواقين الموظفات اللي في مناطق نائية زي المعلمات كانوا بحاجة جدا لهذا القرار وأنا من جدا مؤيتين لي أنا صراحة أنا شوف رأي كويس وصائب يعني وفرعينا كمان الليموزينات والأوبرا والشركات هذه كويس أن جاء القرار في صالحنا إحنا صراحة الحمد لله الحمد لله الحمد لله يعني وقد اعتبر البعض هذا القرار بأنه قرار تاريخي يصب في مصلحة الوطن ويحفظ للمرأة حقوقها وله جوانب إيجابية عديدة بينما يتخوف البعض من آليات تطبيقه إضافة إلى التخوف من الزحام الشديد الذي قد يصيب الحركة المرورية هو مسلبي بس أنه الشوارع زحمة هتصير الوقت التأخير إحنا مناكسين طبعا بس شيء حلو توفير من السواقين وعطلة السواقين السيارة عطلت مش عارفة وكثرة الحوادث هتصير بسبب البنات وماشي يعني الأوضاع الحمد لله القرار هذا سلح دو حدين صراحة يعني ما أقدر أعطيك كلام أكيد مية في المية بس إذا فيه ضوابط ما يمنع الشهادة التزام بالحجاب التزام بالحشمة الخروج في الوقت المحدد للضرورة القصوى ما عندي معنى في الشهادة والله ممكن مع مرور الوقت حيتكيف الشعب مع ذا الموضوع بس حاليا كبداية أنا أتوقع حتصير مشاكل مرة كثيرة يعني صراحة توقع أن هي حرية رأي يعني كل شخص إذا ناسبه القرار أو ما ناسبه بس عموما هو شيء حصل فيه ناس حتستفيد منها مرة كثير وبالنسبة للعمالة كمان حتخف عندنا بالنسبة للمصاريف كميزانية فأنا أتوقع أنه شيء قرار حلو جميل يعني كتير حيسهل علينا اللي ما عنده سواء واللي أستنى أطلب أوبر ولا كريم واللي أطلب السواء اللي بتعامل معه إذا فاضي مو فاضي أو أستنى زوجي بالعكس ولا أطلع الطريق وأشغل سيارتي أنا واحدة من الناس معي رخصة يعني بالعكس هيك حتسهل علي سيارتي معي أروحون ما بدي كما اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي بآراء المجتمع السعودي تعبيرا عن هذا القرار فقد عبر الكثير من النشطاء عن آرائهم من خلال وسم الملك ينتصر لقيادة المرأة وبناء على ذلك سيتم تشكيل لجنة على مستوى عال من وزارات الداخلية والمالية والعمل والتنمية الاجتماعية لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ القرار ليتم التنفيذ في العاشر من شوال لعام 1439 للهجرة وفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة لأخبار الآن عماد فؤاد جدة أحييكم من جديد مشاهدين كرام ونتحول وإياكم إلى مختاراتنا من الصحافة العربية لهذا اليوم نبدأ تجوالنا القصير مشاهدين بين الصحافة العربية لهذا اليوم من صحيفة البيان الإماراتية التي نقرأ منها القبث على أكل لحوم البشر في روسيا أوقفت السلطات الروسية زوجين يشتبه في أنهما قتل امرأة وأكلها والتقطا صورا تظهر فيها أشلاء جثة مقطعة بحسب ما أعلنت الشرطة وعثرت الشرطة في بيت الزوجين على أشلاء من الجثة موضوعة في ماء مملح إلى صحيفة الغد الأردنية التي اخترنا منها لكم مريض في غيبوبة يستجيب للعلاج بعد خمسة عشر عاما استعاد مريض في فرنسا جزءا من واعيه بعد أن استمر في حالة غيبوبة طيلة خمسة عشر عاما واستجاب المريض لعلاج تجريبي تلقاه لمدة شهر تضمن استزراع محفز للعصب داخل صدره واستطاع المريض من بعده أي استجيب لتعليمات بسيطة وتحريك رأسه ومتابعة شيء ما بعينيه واخترنا لكم مشاهدين من صحيفة اليوم السابع المصرية جوجل تطلق جاكت ذكي جديد يتحكم في هاتفك تعاونت شركة جوجل مع شركة الملابس العالمية ليفايس من أجل تطوير جاكت ذكي جديد مصنوع من الجينز بتكلفة 350 دولار وأهم ما يميزه هي منطقة الأكمام التي تساعد المستخدم في التحكم بهاتفك الذكي وأداء وظائف مختلفة مثل تشغيل الموسيقى وغيرها من المهام صحيفة الأيام البحرانية مشاهدين عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم الإمارات تطلق أكبر مدينة فضائية في العالم أطلقت الإمارات مشروع بناء المدينة الفضائية الأولى من نوعها التي ستتخذ من داخل حديقة منطقة مشرف دبي مقرا لها بتكلفة تعادل نحو 137 مليون دولار لتشكل بذلك أكبر مدينة فضائية يتم بناؤها على الأرض وتشكل نموذجا عالميا صالحا للتطبيق على كوكب المريخ ختاما مشاهدين من صحيفة القبس الكويتية روبوت يمكنه الالتصاق بأدسام القروش جاء في تفاصيل الخبر ابتكر باحث صيني روبوت يمكنه الالتصاق بأدسام القروش البحرية في أعماق البحار وهو ما يتيح إمكانية جمع البيانات عن الكائنات البحرية المختلفة واستوحى الباحث فكرة الروبوت من فصيلة أسماك صغيرة تعرف باسم اللشك وهي تلتصق بأدسام القروش وتتغذى على بقايا الطعام التي تعيش على أدسامها نعود إلى أخبارنا مشاهدين وفيها أيضا قامت هيئة إدارة الغذاء والدواء بحملة أمنية لاتخاذ خطوات حاسمة ضد الصيدليات الإلكترونية التي تبيع أدوية مخشوشة ومحظورة التفاصيل مع المختصة في الملف الصحي في غرفة أخبار الآن الزميلة عبير عبدالله تعد التجارة الإلكترونية ظاهرة عالمية حيث وصل الأمر إلى بيع الأدوية المزيفة والتلاعب بصحة وحياة البشر متسببين في مخاطر صحية تصر إلى موت المرضى بدلا من العلاج من خلال الترويج للأدوية المزيفة في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حيث أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في بيان لها أنها ضبطت كمية قياسية من الأدوية المزيفة والممنوعة في العالم ضمن حملة عالمية لمكافحة المواقع الإلكترونية التي تبيع أدوية غير مرخصة بشكل غير قانوني ولقد كان من بين العقاقير المضبوطة مكملات غذائية ومسكنات ومضادات حيوية إضافة إلى بعض الأدوية المخدرة وأدوية لعلاج الصرع وأوضحت التقارير العالمية أن نسبة عالية من تلك المنتجات تصنف ضمن المواد عالية السمية وتكاد تنعدم الفاعلية الدوائية لها داخل الجسم ويتم تخزينها بطريقة خاطئة وتغلف بأغلفة مزيفة للمنتج الأصلي ونظرا للوسائل التقنية الحديثة التي يمكن بواسطتها إتقان عملية التزييف بشكل يجعلها تبدو مشابهة للمنتج الأصلي ويلجأ الناس لشراء هذه الأدوية لقلة سعرها ولسهولة الحصول عليها من كبسة زر ثم تصلهم خلال أيام وأوضح القائمين على هذه الحملة أنها ستساعد في الحد من استهلاك الكثيرين لتلك العقاقير والفيتامينات التي تكون قاتلة لمن يستهلكها تزامنا مع ختم أنشطة المؤتمر السابع للبلديات والمدن الذكية بدول مجلس التعاون الخليجي الذي انطلق يوم أمس من المقرر أن يقوم معهد جائزة الشرق الأوسط للتميز بتكريم المؤسسات والشخصيات الفائزة بجائزة الشرق الأوسط السابعة لتميز المدن والبلديات بحضور وبمشاركة صناع القرار ووسائل الإعلام الآن الوقت هو وقت التطبيقات الذكية المتعاملين بشتى أنواعهم يحبون أن يتعاملون مع الجهات الحكومية بشكل مسهل يكون مختصر وأقل وقت وتكلفة ولذلك هذا تحدي كبير للبلديات في الوقت الحالي وخصوصا البلديات التي تفرعت منها خدمات مختلفة كالأراضي وكالدوار الاقتصادية وغيرها وغيرها في هذا المؤتمر واليوم اليوم الأول بالمؤتمر نحن نحاول الآن نجتمع ونتناقش فيما بيننا نستفيد من المحاضرين المتميزين اللي يتكلمون عن التقنيات الحديثة في المدن الذكية والبلديات ونتناقش ما هي التحديات وما هي الأمور التي نحن إن شاء الله تعالى في المستقبل سنوصل إليها للمدن الذكية خبرنا الأخير من عالم الرياضة إذ أعلن نادي ريال مدريد الإسباني من خلال موقعه على شبكة الإنترنت عن تجديد عقد اللاعب الفرنسي رافيال فاران حتى صيف عام 2022 وكذا نادي الإسباني في بيانه الرسمي مساء الأربعاء أن تجديد عقد المدافع الشاب تم لمدة خمسة مواسم إضافية بعد الاتفاق على راتب الجديد وشروط عقده وقبل ختام النشر مشاهدين هذا تذكير بما جاء فيها من عنوين ديمستورا يعلن جولة جديدة من مفاوضات جينيف حول سوريا في نهاية الشهر المقبل البرلمان العراقي يطالب بمحاكمة رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني واستعادة كاركوك وصول تحضر من استفزازات وشيكة لبيونج يانج تزامن مع ذكرى تأسيس حزبها الشيوعية بهذا إذا مشاهدين الكرام لكم قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا دائما لمزيد من الأخبار ممكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ممكنكم أيضا متابعة بثينا المباشر في ذات الموقع أعود وألتقيكم مشاهدينا بعد أقل من نصف ساعة في مجازة الأنباء دائما كونوا معنا نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الآن على اليوتيوب ليصلكم كل جديد قموا بالضغط على زر الاشتراك أو سبسكرايب إن أعجبكم ذلك شاركونا بتعليقاتكم ولا تترددوا أيضا بالضغط على مشاركة أو لايك